معي من تونس الكاتب والباحثة السياسي سيد لطفي بن صالح ألم بك سيد لطفي معنا على سكاي نيوز عربية سمعنا سيد لطفي إلى النائبة المستقلة سيدة مريم اللغماني وأيضا إلى سيف الدين في هذا الحديث المطول يبدو أن الأمور تداخلت وتشعبت في البرلمان وعلى مستوى العموم الجسد ليس فقط تشريعي ولكن تنفيذي في تونس كيف ترى المشهد كيف ممكن وصفه وإلى أين يتجه أهلا بكم مجددا بالفعل هو المشهد السياسي في تونس يتوزع على ناحيتين أو على السلطتين هما مسؤولتين عن كل ما يحدث السلطة التنفيذية وخصوصا السلطة الشرعية الممثلة في هذا البرلمان هذه المشاحنات والتجذوات والبناكفات والسباب والشتائم يعني ليس بالجديدة هي كل ما يحدث في هذين اليومين هي نتيجة لتراكمات لأشهر عديدة من التجذوبات كما قلنا ومن بناكفات يعني بروز بعض الأذرع التابعة لحركة النهضة هي في حقيقة الأمر مثل طيار تلاف الكرامة طيار يبدو أنه تضحى يعني في الأخير أنه تكفيري أنه يتجه إلى ما بعد العنف اللفظي أصبح العنف المادي واضح وبالدماء تسيله في هذا البرلمان كذلك بتوازن على هذا السلطة التنفيذية ممثلة في رئاس الحكومة وحتى رئاس الجمهورية لم تقم بأي شيء يعني يعالج مثل هذه المسائل يمكن أن يبعث شيء من الطمأنينة لإستقرار البلاد زد على ذلك الوضع المتأجج والغضب المكتوم في الشارع التونسي والإحتجاجات وطعة الإنتاج وما إلى ذلك إذن البرلمان على كف عفريت هناك مطالبات يعني وصل الحد الأمر إلى المطالبات يعني اليوم بحل هذا البرلمان ككل وليس حتى سحب الثقة فقط من رزل غانوش رأيسه فحاسب يعني طيب سيد لطفي يعني تونس ليست كأي دولة عربية أخرى هناك دمقراطية عالية هناك تمثيل لكل الأطياف في البرلمان وغيره يعني هذه التجاذبات البعض قد يقول أنها طبيعية هل هي فعلا طبيعية في الوسط الديمقراطي أم أنها يعني تعارض الديمقراطية بشكل كلي لا هي في حقيقة الأمر ديمقراطية مبتدئة وليست ديمقراطية بالشكل العالي مثل ما قلت يعني هي في حقيقة الأمر النتيجة هذه ديمقراطية لآليات تبعتها تونس بعد سنة 2011 آليات من بينها آليات الانتخابات وفق نظام أو قانون انتخابي مهترق ولم يأتي بالجدوى بل أن ما قلته أنت عن تمثيل أو تمثيلية كل الأطياف السياسية في هذا البرلمان هذا كلام غير صحيح لأنه ليس كلامك بالفعل كل الذين يقولون أنهم ثوريون وما إلى ذلك غير صحيح هناك أطياف سياسي غير ممثلة في هذا البرلمان هناك تجاذبات سنائية استقطار سنائي مقيت لم يأتي بالجديد للاقتصاد والتنمية في تونس بل لم يأتي إلا بالمعارك والصراعات في أكثرها لا نقول كلها وهبية إذن هذه الديمقراطية حتى لا نقول أنها مبتدئة أو غير موجودة فيعني بالفعل في تونس لنقول أنها مبتدئة وناشئة وما إلى ذلك لكن هذا المصار الديمقراطي بين معاقفين لن يوصل البلاد إلى أي شيء إذا بقي الأمر على هكذا منوال فالدعوة الآن المطالب ليست لحل البرلمان في حسن بل تبديل وتغيير القانون الانتخابي يعني برمته بل ربما تغيير طبيعة النظام السياسي من شبه برلماني معدل غامض إلى لكن سيد لطفي أو كما يقال رئاسي أنا كنت قد سألتك لأصل إلى السؤال القادم هل تعتقد مع كل هذه التركيبة سيكون هناك ثورة تونسية جديدة هذا هو بالفعل يعني هذا ما كنا نتوقعه منذ أشهر إذا لم نقل منذ سنوات فتونس بعد سنة 2011 تم زيغ وتم تحويل وجهة انتفاض 2011 أو ثورة 2011 تم تسارقتها تم الركوب عليها من قبل ممثلي الإخوة المسلمين حركة النظر ومن معهم تم التآمر على تلك الثورة التي انبنت على مطالب شعبية اجتماعية اقتصادية بحتة إذن أصبح المطلوب وهو ما يفكر فيه الشارع التونسي الآن بغالبية أطيفي لكن يبدو أن أزمة كورونا والأزمة الصحية التي تمر بها البلاد هي التي عطلت مثل هذا الانفجار بعض الشيء إذن ثورة آتية أو لنقل انتفاضة آتية لا محالة ولا مجالة لشك فيها لتعصف بكل هذه التركيبة وهذه المنظومة السياسية أو هذه الطبقة السياسية الفاشلة ولم تعد حتى على إصلاح نفسها وحتى على إصلاح بذرة من بذور هذه الثورة المتأسسة على مطالب كما قلنا اجتماعية بحثة واختصادية وليست سياسوية ومناكفتهم إلى ذلك طيب أشكرك من تونس الكاتب والباحث السياسي سيد لطفي بن صالح شكرا لك شكرا لكم